لحظات على إقلاع لا يشبه أي إقلاع للطائرات قد تسبقها إشارة النصر بيدي كابتن الطائرة ومساعده في الحقيقة هذان الشقيقان فلسطينيان لم يجلسا في قمرة القيادة لطائرة بوينغ 707 إلا بعد أن خرجت عن الخدمة فابتكر إقلاعا مختلفا للطائرة الميتة إحياء لها على الطريقة الفلسطينية لكن قبل ذلك عليهم توشيح الطائرة بالعالم الفلسطيني ثم تهيئة جلوس المسافرين وتفحص مرافق الطائر المعدنية المسافرون ليسوا كما تعرفونهم فهم زبائن سيبدأون الركوب على متن الطائرة التي لن تقلع بالتحليق إنما إقلاع لأول مطعم على متن بوينغ وهذه فكرة كابتن الطائرة عطى وشقيقه خميس أصير في البالغان من العمر 60 عاما وهما توأمة يستعدان للترحيب بأول عملائهم في غضون أسابيع في الموقع بمنطقة جبلية معزولة بالقرب من نابلس فكرة جعلتهما يحركان مقود الإبداع للإقلاع في سماء فلسطين نحو العالمية رغم سياج الممنوع الذي يفرضه زمن الاحتلال رغم سياجق whoa سياجق المترجم للقناة